بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة الوصفة حلوة كتير الوصفة دي مش هتخص الأطفال بس هتخص الكبار والأطفال عيش الكبير والصغير النوتلا هعمل هالك في البيت بطريقة طحفة بمكونات جديدة جدا بطريقة موفرة من غير بندق من غير لبن بطريقة حلوة جدا هتديك الطعم زي بتاع برا شاف القوم بتاع طحفة ازاي كوام كريمي انا لسه مخلصها دلوقتي هروح حطها في التلجة شوية وهجيب الطوست بتاعها ووريك اللي انا بفردها عليه بتديني كوام حلو جدا والطوست على فكرة انا عملته ان شاء الله هنزله لك الفيديو اللي جاي وانا عمله من غير قالب بطريقة سهلة وبوسيدة جدا شايف شاكل الطوست عامل ازاي طحفة يعني عملت وصفة كاملة النوتلا بالطوست بتاعه شاف بفردها ازاي طحفة كوامها كريمي جدا كل ما بتطعت كل ما بتديكي كوام حلو جدا بقى ابسط واسهل طريقة هتعجيبك جدا ان شاء الله يلا بينا بقى عالطريقة والمعدير وقل لك اين مكونات اللي هتديكي النوتلا زي الجهزة بالزبط عندي هنا اربع معلق كبار من الكاكاو لازم يكون خام كويسة وتلت كوب بيت زيت وده المكون لو جربت تعملي النوتلا بيه هتعرفي اللي انت جبت طعم بره بالزبط الحليب المكسف طحفة يا جماعة النوتلا بيه حكاية وكمان فيه مكون تاني هدفولك واحنا شغالين هو ده بقى اللي هيديكي الطعم بتاع بره بالزبط الحليب المكسف ده طريقته سهل و بسطة جدا انا عملته عندي في القناة من اللاس ان ما شافتهوش هسيب لك اللينك بتاع في صندق الوصف طريقته سهل و بسطة جدا طبعا هجيب بقى الكبه بتاعتي المحضر الطعم اي حاجة تحط فيه انا حطيته الاول هنا عشان اعرف الكمية اللي عنتي دي بالزبط قد ايه الكمية دي جامعة ربعمية جرام بالزبط يعني كبايتين حجم الكباية ميتين جرام طبعا عندي ربعمية جرام هحط عليهم اربع معلق كبار من الكاكاو يعني كل كباية عليها معلقتين كبار وحط عليهم تلت كباية زيت يعني ربعمية جرام من الحليب المكسف عليه اربع معلق كبار من الكاكاو الخام عليهم تلت كباية زيت إن شاء الله هكتب لك المقادير في صندوق الوصف لو عايزة تستخدم الكوباية زي ما قلت لحضرتك 200 جرام عليهم معلقتين كبار كاكاو عليهم نص بقى تلت الكوباية يعني ايه يعني ازادة عن الرابع بسنة بطريقة سهلة وبسيطة جدا طبعا أنا كيت عشان أضربه لقيته تيل جدا وهيحتاج مني وقت ومجود فقلت هنقيله أحسن في الخلاط ده عشان اديكي نتيجة بسرعة وأسهل كمان أنا عاوزة محتاجة حاجة تفرم معي بطريقة سريعة نقلت زي ما انت شايفة هنا ما خدش معادي ائتين في ثواني اتضرب بكل سهولة شايف القوم هنا عامل ازاي قومها كريمي وتحفة وكل ما بتتقل معاك لو جردتي النوتيلا بالحليب المكسف يا جامعة طعمها وهم بجد جربيها وانتي مش هتندمي ده بقى المكون اللي هيديك طعم برا ويوفر عليك طريقة النوتيلا بالبندق نفس الطعم هاجمي كيس نسقفيه من اللي هو بتعم البندق انا استخدمت صراحة مقدارين يعني انا دوبت اول كيس حطيت عليه معلقة كبيرة من اللبن السخن ولازم يكون سخن عشان يدوب معاكي الحبيبات بتاعت النسقفي اللي عند الحبيبات ليه حبيبات كده فانا مش عايزها ببن معي فبدوّبها الاول في معلقة لبن كبيرة تكون سخن عشان يدوبوا معاكي بكل سهولة روح حط طعم نوتيلا بتاعدي هتغدي بقى الطعم بتاع برا بالظبط يعني لو اشترينا بندق وفرنا ونتيجة بجد مردية جدا طبعا حضرت الكمية دي هروح اعمل كمان واحدة وحطها يعني المقدار ده خد مني كيسين من كيس النسقفي بالبندق وانا هكتب لك المقدير بالظبط في صندوق الوصف هقلب كده المقدار بجد طحفة يا جماعة جربي بس تعملي النوتيلا بالطريقة دي وانت هتعرف اللي انت وصلتي للطعم الأصلي بقى من غير ما تعملي بقى الطريقة المعتادة اللي احنا كنا عارفينها اللي هي بتجيبي السكر والزيت واللبن وبتجيبي الكاكاو وتعطي الاضرابير دي تعتبر اللي احنا كنا بنعملها دي تعتبر عاملة زي سوسس شوكولا وطعم مش نوتيلا خالص الحليب المكسف قوامه وطعمه بيديكي قوام النوتيلا الاصلي بالظبط مع كيس بقى البندق يا سلام هتجربي وانت هتعرفي طحفة بجد هفضيها بقى في حاجة هجيب البرطمان بتاعي وهفضيها فيه طبعا ده البرطمان بتاعي انا كنت جايب فيه النوتيلا دي يا جماعة النوتيلا الاصلي بما موجودة على علبة اللغاتة بتاع مكتوب اسمها كده فيه انواع كتير بتبقى بدائل بس ما بتبقاش طعمها حلو طبعا هفضيها كده وهوريكي بصي كل ما بتهدى كل ما بتديكي قوام عامل ازاي بجد طحفة يا جماعة لو جربتيها هفضيها بقى الكمية اللي عندي دي عميتلي البرطمان الحلو ده وكمان عميتلي بولة صغيرة كده يعني وفرنا وعملنا النوتيلا في البيت بدأ بمقادير سهلة وبسيطة جدا ما كلفتناش اي حاجة ولا خدت مننا وقت ولا مجهود وكمان وابسط واسهل مقادير الناس بقى اللي مش عايزة تعمل الحليب المكسف ممكن تجيبيه من برا بس هو غالي جدا احنا عملنا قبل كده ومقاديره سهلة وبسيطة ده بكوباية لبن بودرة مع كوباية سكر بودرة وشوية مية هتعميلي يعني برضو طريقة مفر يعني الحليب المكسف مش طريقته مش غالية ولا مقاديره كتير ولا حاجة هتروح تشوف الفيديو هتلاقي المقاديره سهلة وبسيطة جدا هكتبلك ان شاء الله المقادير وهكتبلك كمان اللينك بتاع طريقة عمل الحليب المكسف في صندوق الوصف والناس اللي ما تعرفش صندوق الوصف هتلاقي جنب الفيديو كده في صهم صغير دوسي عليه هتلاقي اي لينك بتاع اي فيديو وكمان هتلاقي المقادير واي ملحوظة انا نسيتها واي حاجة نسيت اقولها هتلاقيني كتبهالك في صندوق الوصف ده فضتها بجد كمية وفيرة جدا ما شاء الله يعني عملنا من المقدار اللي عندي ده كمية قد ايه لو انت عاوزة بقى تقسمي النص ممكن تقسمي المقدار انا هكتبلك زي ما قلت لحضرتي بجراموت بجد ما شاء الله لما دخلت التدلاجة هدتني القوام التحفة ده فرتاه على التوست حلوة بجد وان شاء الله لو عجبك التوست ده اكتبيلي في التعليقات وانا هنزلك طريقته الفيديو اللي جاي بطريقة سهلة وحتى لو مش عندك القلب بتاعه ازاي هقولك تعمليه تعملي الشكل الحلو ده اتمنى منك بقى لو عجبك الفيديو بتاع النهار ده ياريت تعملي لايك وتعمليلي اشتراك في القناة عشان يبسل لكل جديد واكتبيلي تعليق حل وتمنى منك تعملي مشاركة وشير عشان ناس كلها تستفيد واحنا قلنا هنعمل حاجات للاطفال في البيت بطريقة سهلة وموفرة جدا مش هتكلفك اي حاجة اتمنى منك زي ما قلت لحضرتي بقى تعمليلي مشاركة او تعمليلي شير عشان كلها يستفيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناتي بسيطة وسهلة